أخبر الله ملائكته بخلق أهدم وأنه سيجعل في بني الإنسان الرسل والأنبياء والصالحين ولسابق علم الملائكة بأن الجن أفسد في الأرض قبل ذلك سأل الله سؤال استعلام عن الحكمة في ذلك يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم خلق الله تعالى آدم سواه بيديه ونفخ فيه من روحه فإذا هو إنسان حي من لحم ودم ثم علمه الأسماء كلها بنعمة العقل التي جعلها الله لآدم ليستحق أن يكون خليفة الله في أرضه وهذا أعظم تكريم بعد ذلك أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم تشريفا له فسجدوا جميعا ولكن إبليس وكان من الجن ويعيش بين الملائكة رفض أن يسجد وتكبر على الله عز وجل أخرج الله إبليس من رحمته وجعله طريدا ملعونا فازداد إبليس كراهية لآدم وذريته وحلف بالله أن يزين لهم الشر ليقع آدم وذريته فيه ثم خلق الله حواء من ضرع آدم وسمح لهما بأن يستمتع بكل شيء في الجنة ما عدا شجرة واحدة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين إلا أن إبليس جمع كل حقده في صدره وراح يوسوس لآدم يوما بعد يوم ليأكل من تلك الشجرة بالذات فتساءل آدم بينه وبين نفسه ماذا يحدث لو أكلت من الشجرة نسي آدم وحواء أن إبليس عدوهما القديم كما نسي أن الله قد حذرهما من الاقتراب نهائيا من تلك الشجرة فمد آدم يده إلى الشجرة وقطف منها إحدى الثمار وقدمها لحواء وأكل الإثنان من الثمرة التي حرمها الله عليهما وبعدما أكل أصبح عريانين فأخذ يقطعان من أوراق الأشجار ويستران بها جسديهما فخاطب الله عز وجل آدم وحواء معاتبا ألم أنهكم عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين فأخرج الله آدم وزوجته حواء من الجنة وهبط إلى الأرض وندم ندما شديدا على معصية الله وعلم أن إبليس هو عدوهما الحقيقي توجه آدم وحواء إلى الله بالتوبة فقبل الله توبتهما وبدأ مسيرة الحياة على الأرض فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وولد لآدم وهو على الأرض أولاد كثيرون كان آدم يؤدبهم ويربيهم ويرشدهم إلى أن الحياة على الأرض امتحان للإنسان وأن عليهم أن يتمسكوا بهدي الله تعالى وأن يحذروا من الشرك والطغيان وطاعة الشيطان ثم لقي ربه بعد أن أتم رسالته وترك ذريته يعمرون الأرض ويخلفونه فيها يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء أولياء للذين لا يؤمنون كان نوح عليه السلام رجلا طيبا وقد أرسله الله إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة الأصنام رفض قوم نوح عليه السلام الإيمان بالله وحده وأصروا على عصيانهم واستمروا في عبادتهم للأصنام التي لا تضر ولا تنفع لم يأس سيدنا نوح من قومه وإنما ظل مئات السنين يدعوهم للإيمان وكان يطلب منهم أن يستغفروا ربهم كثيرا فبالاستغفار يتحقق الرجاء بإذن الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمعدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولما تأكد سيدنا نوح عليه السلام أن قومه فضلوا الكفر على الإيمان تحدث إلى ربه وقال يا رب إنني دعوت قومي في الليل والنهار ليؤمنوا بك فلم يسمعوا لي ولم يطيعوني وكلما دعوتهم كان يضعون أصابعهم في آذانهم وكانوا يغطون وجوههم بمنابسهم كي لا يشاهدوني وأنا أدعوهم وجاء أمر الله لسيدنا نوح عليه السلام بصنع سفينة كبيرة فأطاع سيدنا نوح عليه السلام أمر الله عز وجل بصناعة السفينة وكان قومه يمرون عليه وهو يعمل فيها فيضحكون ويسخرون منه ويقولون باستهزاء هل أصبحت نجارا بعدما كنت نبيا يا نوح وهل سفينتك التي تنوي صنعها ستمشي في الصحراء على الرمال انتهى سيدنا نوح عليه السلام من صنع السفينة بعد مدة من الزمن وجاء الأمر من الله بأن يحمل في السفينة ذكرا وأنثى من كل نوع من أنواع المخلوقات وأن يحمل معه أهله والمؤمنين من قومه الذين استجابوا لدعوته نفت سيدنا نوح عليه السلام أمر الله وركب الجميع السفينة ثم أمر الله السماء أن تمطر فأمطرت بغزارة ثم أمر الأرض أن تخرج ماءها وبدأ الطوفان وجرت السفينة فوق الماء وتخطت الأمواج العالية ولم تتوقف ونادى نوح عليه السلام على ابنه ليركب معهم السفينة وأن لا يكون مع الكافرين الهالكين لكن ابنه رفض وقال سأصعد إلى جبل يمنعني من الغرق ولن أركب معكم فقال سيدنا نوح عليه السلام لابنه لخوفه عليه سيغرق الماء كل شيء فآمن بالله واركب معنا في السفينة لم يستمع الإبن لنصيحة أبيه فمات مع الكفار بعد أن أغرقه الطوفان ولم يشفع له كون أبيه نبيا من الصالحين بعد ذلك أمر الله الأرض بأن تبلع الماء فابتلعته كما أمر السماء أن تكف عن المطر في الحال فتوقفت ثم رست السفينة بعد ذلك على الجبل بسلام ونجى سيدنا نوح عليه السلام والمؤمنون ومن معه من المخلوقات وعاش الجميع يعبدون الله تعالى ويشكرونه على نجاتهم وجعلهم من المؤمنين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني ركم معنا ولا تقم مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض أبلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين بعد قوم عاد جاء قوم ثمود وسكن الأرض التي استعمروها وكانوا أقوياء ينحتون من الجبال بيوتا عظيمة ويستخدمون الصخرة في البناء كما فتح الله عليهم ورزقهم من كل شيء وبدلا من أن يشكروه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى عصوه وعبدوا الأصنام وتفاخروا بينهم بقوتهم فأرسل الله إليهم سيدنا صالح وكان قومه يحترمونه قبل أن يوحي الله إليه ويرسله بالدعوة إليهم لما عرف عنه من الحكمة والنقاء والخير فاجتمع سيدنا صالح عليه السلام بقومه وعندما قال لهم يا قوم أعبد الله ما لكم من إله غيره فوجئ الكبار من قومه بما يقوله فقد فهموا من كلامه أنه يتهم آلهتهم بأنها بلا قيمة وينهاهم عن عبادتها ويأمرهم بعبادة الله وحده فأحدثت دعوته هزة كبيرة في عقولهم فقالوا له لقد كان لنا رجاء فيك وكنت مقبولا عندنا لعلمك وعقلك وصدقك وحسن تدبيرك ولكن الآن خاب رجاءنا فيك لأنك تنهان عما كان يعبد آباؤنا وما كنا نتوقع منك أن تعيب آلهتنا التي وجدنا آباءنا عاكفين عليها ورغم صدق دعوة صالح عليه السلام لم يصدقه القوم واعتقدوا أنه مسحور وطالبوه بمعجزة تثبت أنه رسول من الله إليهم فدع سيدنا صالح ربه وشاءت إرادة الله أن تستجيب لطلبه فقد انشقت صخرة بالجبل يوما وخرجت منها ناقة كانت هي المعجزة فقد وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله ناقة الله أي معجزة من الله كانت الناقة تشرب المياه الموجودة في الآبار في يوم فلا تقترب بقية الحيوانات من المياه في هذا اليوم كما أنها كانت تدر لبنا يكفي لشرب الناس جميعا في هذا اليوم الذي تشرب فيه الماء ولقد تعظمت دهشة ثمود حين ولدت الناقة من صخور الجبل وتعظمت الدهشة أيضا عندما كان لبنها يكفي آلاف الرجال والنساء والأطفال بعد ذلك أصدر الله أمره إلى صالح عليه السلام أن يأمر قومه أن يترك الناقة تأكل في أرض الله وأن لا يمسوها بسوء وحذرهم أنهم إذا مدوا أيديهم إليها بالأذى فسوف يأخذهم عذاب قريب وعاشت الناقة بين القوم آمن منهم من آمن وبقي أغلبهم على العناد والكفر وتحولت الكراهية عن سيدنا صالح إلى الناقة المباركة وبدأت المؤامرة ففي إحدى الليالي انعقدت جلسة لكبار القوم يتشاورون فيما يجب القيام به لإنهاء دعوة صالح فأشار عليهم واحد منهم بقتل الناقة ومن ثم قتل صالح نفسه ثم وقع الاختيار لقتل الناقة على تسعة من جبابرة القوم كانوا يفسدون في الأرض والويل لمن يعترضهم واتفقوا معهم على موعد الجريمة ومكان التنفيذ وفي الليلة المحددة وبينما كانت الناقة تنام في سلام هجم الرجال التسعة على الناقة بأسلحتهم وسيوفهم فقتلوها وسالت دماؤها علم صالح عليه السلام بما حدث فخرج غاضبا وقال لقومه ألم أحذركم من أن تمسوا الناقة قالوا له باستهزاء لقد قتلناها فأتنا بالعذاب واستعجله إن كنت من المرسلين فوعده الله بهلاكهم بعد ثلاثة أيام بعدها غادر صالح عليه السلام قومه وتركهم ومضى ومرت ثلاثة أيام على الكافرين من قوم صالح وهم يهزؤون من العذاب وينتظرونه وفي فجر اليوم الرابع انشقت السماء عن صيحة جبارة واحدة جعلت كفار قوم صالح صعقوا جميعا صعقة واحدة لقد هلكوا جميعا قبل أن يدركوا ما حدث أما الذين آمنوا بسيدنا صالح فكانوا قد غادروا المكان ونجوا مع نبيهم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها كان عبد الغني المقدسي المحدث الشهير مسجونا في بيت المقدس في فلسطين فقام من الليل صادقا مع الله مخلصا فأخذ يصلي ومعه في السجن قوم من اليهود والنصارى فأخذ يبكي حتى الصباح فلما أصبح الصباح ورأى أولئك النفر هذا الصادق العابد المخلص ذهبوا إلى السجان وقالوا له أطلقنا فإنا قد أسلمنا ودخلنا في دين هذا الرجل قال ولما أدعاكم للإسلام قالوا ما دعانا للإسلام ولكن بيتنا معه في ليلة ذكرنا بيوم القيامة فشعرنا بعظمة هذا الدين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر خاضر 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 شكرا